استنى. تعال ان ارد اقول لك على مبايل جامد جدا من ريلمي. موبايل لسه نازل بصراحة يعني اعجبك. في حاجات كويسة جدا هتعجبك. الموبايل ده وهو ريلمي نارزو خمسين ايه. مبدايا شكل موبايل جديد ومبتقر من ريلمي وعجبني بصراحة. وبالمناسبة سعي الموبايل ده تلاف وتلتمويل جنيه. وبدأ ينزل في المحلات بقى له تلات ايام من يوم عشر. من الحاجات الكويسة في الموبايل ده انه بيدعم الشحن السريع ومنفذ طيب سيء. وبطارية عملاقة ستلاف ميلا امبير. وكمان بيدعم شرحتين وكارت المومر مع بعض في نفس الوقت. واعتقد ستلاف ميلا امبير بطارية دي حاجة كويسة جدا. دي اعطبها الاكبر بطارية في الفئة السرية دي. لو بتسأل عن المعالج بتاع الموبايل ده فالمعالج ميديا تيك جي خمسة وتمانين. اه مش اقوى معالج في الفئة السرية دي. بس المعالج ده ازبط وجوده نزل في كاس الموبايل قبل كده وعدها مستقر. وما حدش اشتكى منه صافة بابجي او في اي لعبة عمومة. والمناسبة الموبايل هيجي بنسختين. نسخة اربعة ريام ومساحة اربعة وستين بتلات تلاف جنيه. نسخة اربعة ريام برضو مع مية تمانية وعشرين مساحة بتلات تلاف وتلتمية جنيه. شايف النسخة الكبيرة هي اللي هتعمل نجاح كويس جدا. وصدر ايد ميتين. طيب كفاية بهار وكلام من مجازات الموبايل. ندخل على عيوك بصراحة بقى بتاع الموبايل. ايه الحاجات اللي تقفلك من الموبايل ده? هو الموبايل جاي بكاميرا خلفية خمسين ميجابيكسل زي الملافسين وخداشر اس وريدمي تين وكل حاجة وشكرا يا ريلم على الحتة دي. بس في حاجة مش حلوة. ريدمي تين منافس للموبايل دوت وجاي بكاميرا تصوير زر واسعة. ريلم نارزو دوت مفهوش خالص كاميرا تصوير واسعة. فدي حاجة تعيبة الموبايل دوت ونقصه في الفاسعة دي. لو انت من الناس اللي اديهم صغير والكلام ده في الموبايل ده مسكته مملة لان حجمه كبير ووزنه طييل. مش هتلاقي لمبة اشعارات والحواف حوالين الشاشة غصاتنا الحفة الزفلية مش احسن حاجة. شاشة وستين مش تسعين ولا حاجة. تقليدية وقديمة. بس الوانها حلوة ما تقلقش. هيها جودتها مش اعلى حاجة وكمان ستين مش تسعين الى انها ممتازة. الوانها حلوة يعني مش هاش عايب استرخيصة مع فينك حقيقية انا. لأ طب. وعايز اكتبقى فاهمة ان الموبايل ده مفهوش مريك اضافي عازل للدوشة. والسلفي بتاع الموبايل ده مش احسن حاجة. طب انا ميجابيكسل اه بس انا شايف انه مقدمش تطور او مقدمش حاجة جديدة. مفيش نانت موت في السلفي. اه مفيش مسلا فلاش امامه زي انشانيكس في الفاس ساعة دي. يعني مفيش مسلا دعم الجوجل كاميرا فهم حاجات زي دي نقصها. انما رايي انا في الموبايل لو هتشتريه الموبايل ده. رايي هقولك حاجة مهمة جدا. لو انت عاوز تجيب موبايل متكامل اكتر من ده في الفئة الساعة دي. هنصحك تقيب شاومي ريدمي تين. هو الاحسن والافضل في الفئة الساعة دي بتاع التلات تلاف جنيه. طيب لو مش عاوز شاومي وعايز من ريلمي برضك الموبايل ده غالي بالنسبة لسعره. انصحك توفر وتجيب من ريلمي برضك بس ريلمي سي خمسة وعشرين اس. موبايل جاملت في كل حاجة برضو تعريبا نفس المواصفات دي ولكن بسعر ارخص.